ينضم معي في الستوديو رئيس رلد التجميل في هيئة الغذاء و الدواء واستشاري الجندية الدكتور فهد سديري دكتور فهد سعيد بوجودك معي في هلقتي اليوم أهلا وسهلا بداية دكتور فهد ما هي خطورة لبس الملابس المستعملة بسم الله الرحمن الرحيم و صلي وسلم على نبينا محمد أولا ملابس مستعملة إذا ما عقمت جيدا ممكن تنقل كثير من الأمراض منها الأمراض التي هي الجرب نوع من أنواع الطفيليات وهذا الجرب يسبب حكة و حمرار في الجلد في المناطق التناسلية يعني نحن نشوف الآن دكتور بعض المناظر صراحة ما توقع أنه أي تعقيم يكون موجود أصلا مكان غير صحي فلهذا هاي تشوف مرض الجرب و ممكن الجرب ينقل كل العائلة و مشكلة تخلص منها مو بالسهولة هذه المرض و معدي أيضا القمل هناك القمل أنواع اللي يصيب الرأس الشعر اللي يصيب الجسم اللي يصيب مناتق التناسلية برضو ممكن تنتقل أيضا نوع من أنواع الفطريات تينيا و غيرها ممكن ينقلها لهذا مهم أن نتأكد من التعقيم أن الملابس مستعملها أيضا ينصح و سووا دراسات ميدانية في أمريكا حتى الملابس الجديدة ممكن تحتوي على بكتيريا و على فطريات خصوصا أن بعضهم يقاوس و يرجحها لهذا يمنعون في أمريكا و كثير من المتاجر حتى في السعودية أن الملابس الداخلية لا ترجع لحماية المستهلكين لأنه ما تدري أنه ممكن يلبس و يرجحها ممكن تنتقل كثير من الأمراض هذه طيب دعنا نتكلم أيضا على مسألة هذه الملابس المستعملة كيف ممكن أتعامل معها حتى تقيني من هذه المشاكل لازم أنك تعقبها و لازم أنك تغسلها بماء ساخن لدرجة عالية من الحرارة و ممكن عشان برضه تعرضها للشمس فترة طويلة عشان تقضي على هذه الميكروبات زي الجرب و القمل اللي نخاف منه كثير نعم أضف إلى ذلك بعض مرات حتى غسيلها أو تكون بالمرات معقمة بتعقيم خاطئ أو بمواد كيميائية ممكن سبب إكزيمة و تحسس للجلد للناس اللي عندهم قابلية للتهيج أحياناً الأطفال اللبس تلقى بعدها يحمرار في الجلد هذا يعتبر اللبس يعتبر من اللبس إذا شاف الطبيب الغير معقم الغير جيد ولا البشرة الفرق ممكن تكون حسسية أو نوع من نوع الإكزيمة أو نوع من أنواع الميكروبات هذا لازم يشوفه الطبيب عشان يقعيه لأن الإكزيمة تشبه الجرب و ممكن تشبه الأمراض الثانية فممكن من الأصباغ من مواد الكيميائية يتحسس جلد الطفل أيضاً في شيء اسم العثة العثة اللي هي برضو لتكون بالفراش أو تكون حتى في بعض الملابس هذا يشاكل الأقمش على ما ترى و ممكن تهيج المرضى اللي عندهم قابلية مرضى الإكزيمة فهذا برضو نكون حريصين جميل أيضاً في البيت الواحد أحياناً الأخ يلبس لبس أخوه الأخت يلبس لبس أختها الصديق يلبس لبس صديقة و الصديقة إذا كان يشتكي من مشكلة في الجلد قد ينقلها إلى باقي الأفراد إلى العائلة أو ينقلها لصديقة خاصة البسكاب و عنده قمل حينتقل للباقين و القمل زي الجرب سريع الانتشار القمل إذا جاء في طفل و راح للمدرسة ممكن ينقل لنص المدرسة و حدثت حوادث زي كذا جميل أيضاً نتكلم على الفنادق يعني عندنا كثير المفارش يا دكتور عندنا المناشف هذه جميعها تستخدم أنا أذكر كان عندي مراجع في أمريكا مدير تنفيذي في أحد سلسلة الفنادق في أمريكا فكان يقول لي يعني لا عمرك تستخدم الفوط على وجهك أي فندك لأنه مهما كان تعقيمه و غسيلها لا تصل لدرجة الحماية أنا عادة ما أستخدم الفوط اللي في هذا أني أمسح فيها وجهي ممكن أن تبسع جسمك حتى جسمك في بعض الناس الحريصين صراحة يجيب فوطة معه للفنادق ما يثق بتعقيمهم و سووا دراسة ميدانية و عرضت في التلفزيون الأمريكي عدة مرات جابوا مراسل سري سكن في أحد الفنادق في نيويورك في عدة فنادق فايف ستار و حطوا مادة قابلة للغسيل و لا ترى ترى فقط في الأشياء أفاق البلسجية و سووا و طلع من الفندق من بكرة رح سكن بنفس الغرفة حجز فيها و جاب الجهاز عشان يشوف هل غسلوا لقى بعض الفنادق غسلوا غيروا الشراشف و لم يغيروا أكياس المخدة و بعضهم ما غيروا لا كياس المخدة فقط مسحوها و لا غيروا يعني ما غيروها بين غض النظر دكتور أنت تقول أصلا الشيء المستعمل لابد أن يكون غسيلة بدرجة حرارة معينة نعم هل يقومون بهذا الشيء في الفنادق؟ لا ندري لأن هذا بناء على الدراسة اللي سووها الآن الميدانية التي أثبتت أن ما غيروا حتى الشرشف طيب خلنا نقول أول شيء الحرارة الماء ثاني شيء لابد أن تعرضها أيضا للشمس هل هم يعرضون هلا؟ لا يعرضون يستخدمون مواد كيميائية قوية هنا أنا أتكلم إذا كانت هذه لا تعرض ولا يحط درجة حرارة عالية بمعنى لم تعقم ولكن غسلت بشكل عادي ما هي الضرر الذي يقع على من يستعملها أيضا مرة أخرى؟ أبسطها أبسطها عثة الفراش اللي تكون بالعثة موجودة حتى في البيوت هذه ممكن تهيج مريض الإكزما ومهما عالجته بالكرتزون أو بالأدوية حقه المضاد الحساسية يشتكي من الإكزما ومن الحقه هذه أبسطها حلنا الخوف أن تنتقل فطريات أو طفيليات زي الجرب والقمل هذا اللي نخشاها صح أن العلاج متوفر ولكن مزعجة علاجها يطول وسريعة الانتشار بين أفراد العائلة الأمراض التناسلية هل تنتقل أيضا باستعمال؟ إذا استخدمت ملابس مستعملة داخلية أو منشفة أو منشفة ممكن تنتقل نعم ممكن ينتقل مرض تناسلي الجرب يعتبر مرض تناسلي ببعض الأحيان مو دائما يكون مرض عادي ممكن تناسلي القمل برضو ممكن يكون مرض تناسلي السل ممكن أنه ينتقل؟ لا السل عادة لا يحتاج إلى تنفسي هو مرض تنفسي السل الفيروسات سواء التناسل أو غيرها عادة تحتاج كونتاكت اتصال جسدي لأنها ضعيفة تموت برا لكن قد تصير يعني ما في شيء في الطب مئة بالمئة ولكن نادرة الحدوث عن طريق ملابس مستعملة تحدث ولكن نادرة نادرة جدا ولكن هي أكثرها للطفيليات ونوع من أنواع البكتيريا اللي ممكن تنتقل لكن الفيروسات عادة لا تعيش برى الجسم فترات طويلة دكتور فهد سديري شكرا جزيلا لك شرفتنا اليوم شكرا لكم رئيس الجنة التجميل في هيئة الغذاء والدواء والاستشاري الجديد شكرا جزيلا الله أعلم